أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إقامة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وخلال الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة شدد مدبولي على أنها منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين وأوضح مدبولي أن مراكز الطوارئ ترتبط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقاً لأحدث المعايير العالمية وذلك في إطار عمليات تحول الرقمي بالدولة